زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان ولي أهلي أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الدورة الثانية من المعرض الفني الطلابي وطني إبداعي الذي تنظمه دائرة التعليم والمعرفة أبوظبي ويفتح أبوابه أمام الزوار حتى الخامس عشر من مارس في منارة الصعديات وأقام سموه بجولة على مختلف أروقة المعرض الذي يضم مجموعة مختارة تشمل أكثر من ألف عمل فني أبدعها أكثر من ألف وخمسمائة طالب وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الشراكات التعليمية في إمارة أبوظبي وأشاد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد الانهيان بأهمية المعرض في منح الفرصة للطلاب للتعبير عن إبداعاتهم التي تسهم في ترسيخ قيم الهوية الوطنية والعادات التراثية الإماراتية الأصيلة في نفوس أجيال الحاضر والمستقبل وأكد سموه أهمية نظيم الفعاليات الفنية والثقافية في تعزيز المنظومة الإبداعية الوطنية والأسهام في إثراء المشهد الثقافي الإماراتي الذي يعد جزءا لا يتجزأ من مسيرة تقدم المجتمع وناطته